العراق واحد من أكثر الدول هشاشة في مواجهة التغيرات المناخية بفعل الظروف والتحولات التي مر بها في غضون العقود الأخيرة فضلا عن التجاوزات مثل حرق النفايات في مناطق غير نظامية وحرائق الأراضي الزراعية التي انتشرت مؤخرا في المواسم الصيفية وما نتج عنها من غازات سامة أكثر من أربع عقود تراكمت على هذا البلد وأصبح في وضع بيئي سيء نتيجة إلى إحمال الحكومات ما قبل 2003 إلى أهم المشاريع الخاصة بالبناء التحتية لا يمكن لبلد مثل العراق أن يكون لما سوى بيئي جيد دون أن تكون هناك بناء تحتية حقيقية خاصة بمياه الصرف الصحي شبكات المجاري شبكات المياه معامل تدوير النفايات يرصد خبراء في الشين البيئي أسبابا تقف خلف تنامي معدلات التلوث البيئي منها مخلفات المعارك العسكرية وتسرب فضلات المنشئات إلى الأنهار دون وجود رقابة بيئية كما أن هناك جهات متعمدة تقف خلف العملية وهي ما تتسبب بارتفاع أعداد المصابين بالسرطان وهو نتيجة مباشرة للتلوث البيئي تلوث المياه تعرف حضرتك اليوم مياهنا الملوثة وكل ما تنخفض مناسب المياه كل ما يزيد التلوث هذه قايدة معروفة فتخيل إحنا وصلنا لمراحل متدنية من الخزين معنى نسبة التلوث تضعف بأضعاف كثيرة الشيء الثالث هو التلوث بالمواد الصليبة وهذه النفايات وهذه موجود ملوثات أكثرها دوائر الدولة جمعيات معنية بشؤون البيئة والمياه رصدت ما يقرب من 27 ألف تجاوز على مجرى الأنهار من قبل بعض المعامل فيما تحاول الحكومة والبرلمان التقليل من آثار التغير المناخي ومشاكل البيئة عبر الانضمام لاتفاقيات عالمية كاتفاقية باريس للمناخ فيما شدد رئيس الجمهورية برهم صالح في مناسبات عدة على أهمية الخطط الحكومية والتوجه نحو الطاقة المتجددة وتخفيض انبعاثات الكاربون والتلوث يضع خبراء البيئة حلولا وخططا للتغلب على مشكلة التلوث مشددين على إنشاء هيئة تعناب شؤون البيئة تتمتع بصلاحيات واسعة وترتبط بالجهاز القضائي لممارسة عملها بحرية سرمد القاص الحرة أربيل